شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم حفلة خرج الفوج الخامس من طلبات الدراسات العليا من منتسبي وزارة الداخلية وعدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددهم 178 خريجا في برامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية العلوم الجنائية والشرطية والماجستير في العلوم الأمنية والذي تعقده الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة هيدرس فيلد بالمملكة المتحدة وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الأكاديمية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد فواز الحسن أمير الأكاديمية وبعد عزف سلام الفريق بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية حيث أعرب معالي وزير الداخلي عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله ورعاه على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن معبرا عن تقديره لمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية والتفاني في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية وأكد معالي الوزير أن توظيف الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني وصياغة السياسات الشرطية للتعامل الإيجابي مع المستقبل بتحدياته المتعددة أمر أساسي تفرضه المتغيرات الأمنية والتوسع الحاصل في مجالات عمل الشرطة الذكية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي منوها إلى أن مسيرة التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية تغطي العديد من مجالات العمل الأمني في إطار تلبية المتطلبات الأمنية وتنمية القدرات والمهارات اللازمة وأهنأ معالي الوزير الخرجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي وتقديره لما تضمنته دراساتهم من بحوث وتقارير علمية مهمة من شأنها المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء وتلبية التطلعات المستقبلية للتطوير والتحديث من جهته ألقى العميد فواز الحسن أمير الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة أكد فيها حرص الأكاديمية وضمن خططها التطويرية على تطوير برامج الدراسات العليا حيث اعتمد مجلس التعليم العالي في نوفمبر عام 2021 نحو 12 برنامجا منها 6 برامج لدرجة الماجستير ومثلها للدكتوراه في عدد من المجالات الأمنية والقانونية وبدأت الأكاديمية تنفيذ هذه البرامج وفقا لخطة دراسية متدرجة مشيرا إلى أن الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من حملة الشهادات العلمية العليا انعكاس لتنامي دور الأكاديمية في إعداد الكفاءات العلمية القادرة على مواجهة متطلبات التنمية الوطنية الطموحة بعد ذلك تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل مهنئا الخريجين باجتياز متطلبات التخرج بنجاح وأحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن كما ثمن معاليه دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن أتقدم في البداية جزء للشكر للسيد معالي وزير الداخلية معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة على تكريمه وتشريفه لنا اليوم في الأكاديمية الملكية للشرطة في تخريجنا نحن كخريجين اليوم في برنامج دراسات العليا وهذا أمر غير مستغرب على سيد معالي وزير في دعمه في كافة الكوادر من سوبي الوزارة في الجانب التعنيمي والأكاديمي بداية أنا بس أحب أشكر معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وأحب أشكر أمر الأكاديمية العميد فواز الحسن وأمر كلية تدريب الضباط العقيد عمار السيد على جهدهم وعلى تقديمهم هذه الفرصة لي خصوصا كوني من خارج وزارة الداخلية من وزارة الأشغال والبلديات فهذه الفرصة كانت أكثر من رائعة كانت المواد متناوعة بين المواد الجنائية والشرطية وكان أغلبها يركز على وصول البحث العلمي كيفية أن تجمع مصادر تعلم وتبتد استوى أوراق العمل وصولا إلى رسالة الماجستير وكانت الاستفادة الحمد لله كبيرة حبيت أشكر وزارة الداخلية متمثلة في معالي وزير الداخلية والأكاديمية المالكية للشرطة على أتاحتهم الفرصة لنا للدراسة في هذه الأكاديمية العريقة وأكيد هذه الدراسة أضافت لنا الكثير من الخبرات في المجال العملي والنظري شكري لسيدي معالي وزير الداخلية على أتاحتها الفرصة لمواصلة مشوار دراسات العليا وكذلك أوجه شكري إلى الأكاديمية المالكية للشرطة لتوفيرهم تخصص العلوم الأمنية وذلك بالتعاون مع جامعة هدر السفيل في المملكة المتحدة والذي حقيقة ساهم في رفع كفاءتنا في مجال أعمالنا وأيضا مواصلة جهود وزارة الداخلية في توفير الآمن والاستقرار في مملكة البحرين تم تخريجنا اليوم في الفوج الخامس من الأكاديمية المالكية للشرطة وهذا الدعم كله ينصب في النهاية لتحقيق الأهداف المرجوة للوزارة عنوان رسالتي تتكلم عن أثر الحوافز في الارتقاء بالأداء الوظيفي بالتطبيق على إدارة الموارد البشرية لما لذلك أهمية بالاهتمام بالعنصر البشري والذي سيأتي في النهاية بالمخرجات ولتحقيق الأهداف المرجوة في الوزارة البرنامج شمل كل شيء يعني ما شاء الله يعني يعلمونه على العلوم الجنائية من القانون العقوبات القانون الجراءات الجنائية كل ما يخص العلوم الجنائية وفوك ذي كل ذا أن يعلمونه على العلوم الشرطية طبعا نحن في الجامعة في الملكاريوس مخاذين أي شيء يخص العلوم الشرطية فالحمد لله رب العالمين هنا ما قصروا الأكاديمية المالكة للشرطة اجتزنا دراستنا بخطوات مدروسة إرشادات حكيمة ونتائج واضحة والحمد لله ها نحن هنا اليوم أنا وزملائي وزملاتي الخريجين والخريجات فرحين بهذا النجاح بحصولنا على درجة الماجستير في العلوم الأمنية من جامعة هدرسفيل البريطانية بالتعاون مع الأكاديمية المالكية للشرطة حبيت أشكر سيدي الفريق معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة على توفير الفرصة لنا لتنمية تنفسنا في المجال التعليمي من خلال تطبيق دراسة الماجستير بالتعاون مع جامعة هدرسفيل البريطانية مما فتح لنا أفاق التعليم وفتح لنا المجال لكي نطور روحنا في المجال العملي أكثر وأكثر تحرص الأكاديمية الملكية للشرطة على التطوير المستمر في برامجها التعليمية والتدريبية وفتح مزيد من أفاق التعاون والتنسيق بين الأكاديميات والجامعات بهدف تبادل الخبرات والتجارب التعليمية في المجالات الأمنية والقانونية والتدريبية وهو ما يتم وفق توجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية وبمتابعة من سعادة رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية وفي هذا الإطار تحتفل الأكاديمية في هذا اليوم بتخريج 178 طالبا وطالبة من وزارة الداخلية ومن جهات حكومية أخرى ممن اجتاز برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية وبرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية وبرنامج الماجستير في العلوم الأمنية ومن بين الجامعات التي يتم التعاون معها في هذا المجال جامعة هيرسفيلد البريطانية والتي وقعت معها الأكاديمية اتفاقية في يونيو 2017 تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتتضمن تقديم برنامج أمني تخصصي متكامل يمنح للمشاركين تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتتضمن تقديم برنامج أمني تخصصي متكامل يمنح المشاركين درجة الماجستير في العلوم الأمنية بعد إنهاء جميع متطلبات التخرج وجاءت هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية وزارة الداخلية بتزويد منتسبيها بأحدث العلوم والمعارف ليكونوا قادرين على التعامل مع المعطيات والمتغيرات حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المهارات والقدرات لدى الضباط والاستفادة من التجارب المتطورة والحديثة في المجالات الأمنية والأكاديمية وانطلاقا من مواكبة المتغيرات الأمنية والتحديات المعاصرة عملت الأكاديمية على استحداث برامج أكاديمية ذات جودة عالية تمثل رؤيتها القائمة على التطوير والتحديث حيث استحدثت أربع برامج دراسات عليا على مستوى الماجستير وهي القانون العام والعلوم الشرطية والإدارة الأمنية وإدارة الأزمات الأمنية كما تسعى الأكاديمية لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيدرسفيل لاستضافة برامج دراسات عليا على مستوى الماجستير باللغة الإنجليزية وهو برنامج الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية وكذلك برنامج حقوق الإنسان والعدالة والتي من المزمع تنفيذها في بداية العام 2022 ويبقى الهدف الأساسي للأكاديمية الملكية للشرطة تطوير الأداء الشرطي لكافة منتسب وزارة الداخلية وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات وذلك من خلال تقديم البرامج الأكاديمية الحديثة للوصول إلى مخرجات تعليم تطابق معايير الجودة العالمية تطوير الأداء الشرطي لكافة منتسب وزارة الداخلية تطوير الأداء الشرطي لكافة منتسب وزارة الداخلية